اشتركوا في القناة اوكي شباب اليوم راح اشحلكم يعني تفاصيل بسيطة او شرح مبسط عن لعبة اباكس ليجند موبايل بالنسبة للناس الجدد او للمبتدئين في هاد اللعبة يعني ما هو مضمونها تفاصيلها كيف تلعب بها ما هي مميزات هذا الشخصيات لكن راح نمر عليها في عجالة عن شرح مبسط اوكي اول شي اللعبة هي لعبة باترويال ضيف الى ذلك انها بها انماط اخرى واللي هي الاطوال المتعددة يعني زي طول الجماعي وغيره حاليا زي ما تلاحظون في طور البتل رويل يمكن انك تلعب سواء منظور اول او منظور الثالث زي ما تلاحظون بالاسفل يعني تختار المود اللي انت تريده المباريات المصنفة اكيد حتى يصير مستواك ثمانية زي ما تلاحظ يعني شوف الرسالة لما تصير مستوى الثامن المستوى منين راح تاخذ المستوى مش هون هذا للبتل باس المستوى بهذا الجهد بيه يعني اسمك او اسم البروفيل اللي يخصك هنا باليسار بالاعلى زي ما تلاحظون لما تصير في هذا المستوى وينو هذا هو المستوى لما تحصل هذا الصورة خلاص انت الحين تصبح متاح للعب الطور المصنف اوكي نستكمت هذا في الطور المصنف وتلعب اكيد طور البتل رويل في المصنف وتلعب منظور اول او منظور الثالث انتوا بكيفك لكن نقطة ايضا مهمة جدا اللي هي انك اذا تلعب تصنيف منظور الشخص الاول فتصنيفك رح يرتفع في المنظور الاول لو تدخل المنظور الثالث فرح تلاقي انه تصنيفك ممكن يكون مرتفع توصل حتى اخر رتبة او اخر رانك بالمنظور الاول يعني выш بعدين نتأخر إذا تدخل منظور الشخص الثالث لأول مرة أن تصنيفك بالنسبة في البرونز أو في الفيدي وإن كان فهذا يعني اللعبة تعتمد على أي طور أنت تخصو للعب الرنك والعكس صحيح إذا تدخل منظور الشخص الثالث و تنفع تصنيفك يعني حتى تصير بري داتور و لم تتلعب منظور الشخص الأول نفس الشيء ستدخل منظور الشخص الأول رح تلاقي أن تصنيفك ناسى واضحة الفكرة يعني أنت تحدد طور وتلعب عليه يمكن بنفس السيزن تلعب بالطورين لتنين ولكن الجوائز أنك راح تحصلها نفسها يعني ما راح تحصل جوائز من هون ومن هون يعني الجوائز هي الحالة سواء تلعب منظور الأول أو منظور الثالث يعني حدد خياره بس اللعب الجامعي أو الأطوال الجامعية المتاحة يا شاب أيضا حتى يصير مستواك الخامس يعني لما يصير مستواك خمسة يفتح معك هذا الطور مباشرة يعني الطور الجامعي وبه عدة مودات يعني أنت تلعبها من بينها تيم داد ماتش يعني اللي يكون مباراة جامعية فيها أيضا الأرينا الأرينا يا شاب اللي هي ثلاثة ضد ثلاثة ورح يكون يعني إذا جلدوك بالأرينا فرح تنتظر يعني حتى يخلص تيم الراوند يعني سواء تكسب أو تخسر بعدين تتجدد ورح يكون ممتدع اللي يفوز أربع راوندات يعتبر الفائز أوكي وصلت الفكرة أيضا هذا الراندوم أتوقع أن الحلبات أتوقع أنه متح يعني هذا طور جديد مستجد أيضا يا شاب يفتح معنا في المستوى العاشر يعني المستوى العاشر رح يفتح معنا هذا الطور أما الأطوال الأخرى فتفتح مباشرة بعد المستوى الخامس هنا المستوى التعليمي أكيد أنك تلعب يعني زي ما دخلت القيم التعليمي لما تحمل اللعبة وتدخل أول قيم هو نفس الشي التدريب الحر التدريب أيضا يا شاب هو يسمح لك أنك تجرب أسلحة أو تأخذ أسلحة أو تفهم أكثر عن اللعبة لما تدخل لها وأكيدا تشوف الدروع الموجودة باللعبة وكل شيء هذا التفاصيل بعدين رح أشرحها في مقطع آخر عن الأسلحة وباقي الأغراض اليوم رح نشرح بشكل إجمالي عن اللعبة هذه الأطوال المحددة أكيد أنها رح تكون بصفة مؤقتة مرات تنزل ومرات تنشعل ويتم استحداثها هذا فيما يخص الأنماط الموجودة باللعبة المستوى زي ما تلاحظون الشخصيات أنت تحصلها في كل المستوى تفتحه رح تحصل شخصية بداية رح تلاقي أنت لما تأخذ مباشرة على اللعبة زي ما تلاحظون رح تلاقي شخصيات عفوا تدخل على الأساطير هذه هي الشخصيات اللي متواجدها حاليا بلعبة كود موبايل أي بمعنى أنه توفر لك عشرة شخصيات أنت أول مرة رح تلاقي شخصية بلود هاند يعني هذه الشخصيات اللي تحصلها بشكل مجاني وتلعب بها أول شيء بعدين المستوى الثاني رح تفتح شخصية لايت لاين أيضا زي ما تلاحظون شخصية رح هي بالأساس موجودة في المستوى الخمس عشر الله أعلم يلا خلونا نتأكد إذا هي موجودة لأنه في طريقة أيضا أخرى يمكن أنت تفتح لها الشخصية أوكي هذه هي رح في المستوى الخمس عشر أنتم تلاحظون أني مش موصلة لهذا الشخصية ولكن هي مفتحة عندي هذه الشخصية هي مفتحة عندي وعندي سكين اللي خصها هذه هي هذه هي الشخصية شباب أنا كيف فتحتها فمباشرة لو تشتري بفلوس زي ما تلاحظون لو نذهب إلى المتجر أنت لو تشتري بفلوس مباشرة رح تحصل أي شخصية أعفوا خلاص العرض انشاء العرض كان موجود فإذا أنت يعني حصل رح أخلي لكم الصورة أوكي يعني إذا تشتري هذا العرض يا شباب فأكيد أنك رح تحصل الشخصية مباشرة تفتح معك حتى لو ما توصل مستوىها أوكي وهذه الشخصية بالأسف رح تلاقونها بعد الشكل لما تدخل 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 على التفاصيل زي ما تلاحظون هنا هذه هي الشخصية الأساسية وهذه هي سكين نات أوكي سكين نات الشخصية حاليا اللي متوفرة عندي هذه الجنن بس بعدين أتكلم عنها أوكي هذا فيما يخص الشخصيات يعني في كل مستوى تفتح شخصية زي ما تلاحظون في كل مستوى باقي الشخصيات اللي مش موجودة لما توصل اللي رح تفتحهم بشكل مباشر أوكي الحين رح نتكلم عن مهارات الشخصيات لأنه كل شخصية وعندها مهاراتها هذا هو الفارق في لعبة كود موبايل وقبل ذلك في شخصيات أيضا أنت ضروري أنك تعرف الشخصية اللي تستخدمها لأنه في شخصيات دفاعية في شخصيات هجومية في شخصيات يعني تكون زي ما تلاحظون وكأنها مسعفة بالتيم وهذه هي الشخصيات الدفاعية أما الشخصيات الهجومية فهذه هي زي ما تلاحظون رايد بنجالور أوكتين ميراج بالإضافة إلى فايد يعني حتى فايد صار شخصية هجومية لأنه واضح منه أغريسيف أوكي فأنت ضروري تعرف الشخصية اللي أنت تلعب بها وإعتمادا على المهارة التكتيكية اللي تتوفر بها الشخصية اللي أنت تريد تستخدمها على سبيل المثال لو ناخد شخصية أوكتين أوكي ندخل على التفاصيل شوف عند شخصية أوكتين هذه هي المهارات اللي تخصه علاج سريع ذات التفعيل أي بمعنى شوف رح حوريق الصورة يعني أنت لو تطلع مثلا من من فايت أوكي لو تطلع مثلا من فايت زي ما تلاحظون فدمك رح يصير يتعب بشكل تلقائي حتى لو ما تستخدم البندج أو الهيل أو أي إن كان أوكي هذه أول ميزة يعني توفر عليها أوكتين ثاني ميزة ثاني ميزة وهي القدرة هي القدرة التكتيكية أي بمعنى التحفيز وهي الإبرة الحقنة اللي يستخدمها وتستخدمها شخصية أوكتين أوكي رح تعطيك سوعة زيادة زي ما تلاحظون بمدة ستة وانك ولكن رح ينطس من الهيل من الدم اللي يخص الشخصية بنسبة عشر بمية زي ما تلاحظون هذه هي المهارة التكتيكية اللي تخص شخصية أوكتين وآخر شي اللي هي تعتبر القدرة القسوى أو اللي تخص الشخصية وهي منصة القفز اللي يستخدمها أيضا شخصية أوكتين زي ما تلاحظون وهي عبارة عن يعني لانش باد زي ما تلاحظون يرميها بالأرض ويرتفع لكن نقرة أولى يعني أو نقرة ثانية رح يزيد يرتفع مرة ثانية زي ما تلاحظون الشيء المميز أيضا في هذا الشخصية في طريقة استخدام هذا القدرة القسوى هي أنك تسوي سلايد أو تسوي زحلق وتمر على ديك الجامباد فمباشرة رح يزيد من من المسافة لأنت تقفز به أوكي مش بالطول أوكي وإنما لو تحاول تدرع المشاهد المهم بشكل مباشر لو تحاول تتجه بشكل مباشر أوكي هذه هي يعني كل شخصية ولها مهارة بإن الله يعني شرحت بعض الشخصيات سنستكمل بإننا في قادم الحلقة المظهر هنا من هذا المكان تأخذ سكينات الشخصيات التي تريدها وتختارها الرأي الرأي هذه ضرورة أنك تفعلها وتوضحها لك لأنك لما تريد تدخل الجيم سيطلع معك الشيء الذي تحصل عنه يعني تعطي جمالية للشخصية وغيره اللعب الذي خصتك الوضعية والتي تعتبر حركة يسويها أيضا على المظهر زي ما ترون بهذا الشكل يعني أنت لو تحصلها أفكيد أنك تسويها الشارة هي بعض الشارات التي أنت توضحها أيضا وتكون بنفس الصوف يعني لو نسوي مثلا الشارة هي أصعب شي المهم أنت أي شارة تسويها زي ما تلاحظون بهذا الشكل إحنا يعني أزلناها بهذا الشكل التزوير نركبها مرة تانية أو نرجحها مرة تانية على شكل البنارات تسويها أسفل الشخصية يعني يعرض فيها الكيلات والبيانات الشخصية يعني كم جيم لائب كم دمج أخذ سوا وغيره حركات الإنهاء الفينيش زي ما تلاحظون بهذا الشكل يعني مجرد أنك تضغط على هذه الجمجمة اللي عليها علامة الإكس حركة الإنهاء وتفنش العدو بدون ما ترمي عليه بالطلق أو أي شيء حركات القفز بالميضلة هذه ضربة التخم هذه مجرد وقرة بشكل مجرد أنا مخفصل هذه بشكل مجرد ولكن لا لا أتر القفز من الميضلة هنا تحصل لهم هذه ستكون مجانية الأولى لكن كل ما يرسح بعد تصنيفك كما تحصل عليه من براية المصنقة كما تحصل هذا و بالأساس أنه كان عندي لم أعرف ما أعطونا أيها التي كان موجود عندنا وهذه هي في كل المستوى 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 وهذه عندما يصبح مستوى تريد أن نزل بهذا الشكل حسنا قد القفز سيصير بهذا الشكل حركة رهيبة جدا هذه تعتبر الركض حسنا الحركات تعتبر حسنا كيف تضغط على كلمة مخصص بهذا الشكل بهذا الشكل وتسوي سلايد بإيدك زي ما تلاحظون تمسها مثلا نحن شير لها الحين لو أريد أسويها فبس أخذها بهذا الشكل وأوضحها بالمكان اللي أنا أريد تم التفعيل ونفس الشي للوحدات الهولوغرافية زي ما تلاحظون وهي تسوي أيضا نفس الشي تضغط وتسحبها رح تصير مفاعلة هذه تقدم الأسطورة حركات الرمو السعبيرية هذه ضروري أنك تلفل عشان أنك تفتحها يعني وهي في البركاس البركاس بعدين سأشرح عنها بإذن الله المهم هذا يعني كشرح مبسط لإحدى الشخصيات وكل شخصية ومميزتها كل شخصية ومهارتها حتى تكون لكم فكرة لكن الحين أفضل الشخصيات هي ري بالإضافة إلى شخصية أوكتين يعتبرا من أفضل الشخصيات للناس الكل تستخدمهم حتى بلود هاند يعني من أفضل الشخصيات هذا يعني هو اللي في لما تذهب إلى المزيد هنا عندك إنشاء غرفة هذه تخص أنك تسوي روم أو كاسيم روم يعني روم مع أصدقائك أو مش عارفة مع أي إن كان وهنا في حديد النمط أنت تختار النمط اللي تريد حاليا متوفر بس الورد ايج أو حافة العالم بمعنى في البطل رويل وتختار المود أيضا إذا منظور أول أو منظور الثالث أوكي إذا أنت تريد تدخل إلى روم آخر دخول الغرفة يعطوك الآيدي مباشرة راح تلسقه ومباشرة تسوي دخول الغرفة بسيطة جدا نفس الشي اللي تسويها لما يدزلك دعوة أوكي النادي أوكي النادي الآن ما راح يفتح معنا واللي هو يعتبر الكلان أو الكلب نفس الشي تسويه وتسوي فعالية وغيره الآن راح نروح الثالثانة الثالثانة اللي هي تخص الأسلحة الأسلحة يا شباب أيضا يعني كل سلاح وتأخله أنت السكن اللي بدك تسويه عليه أكيد زي ما تلاحظون يعني كل سلاح وسكن اللي أنت تكون وما توفر عليه فراح تسويه بشكل مباشر أوكي يعني واضحة ندخل على السلاح تأتي إلى المظاهر اللي باللون الأصفل تنقر عليه راح يعطيك سكينات اللي موجودة عندك بهذا السلاح أوكي زي ما تلاحظون بهذا الشكل وتضغط على كلمة تزويد راح تزود السكن للسلاح اللي موجود عنك متوقع الحين كل شي بسيط أوكي فيما يخص بالتروفايل أو الملف الشخصي اللي يخصك زي ما تلاحظون من هون تأخذ الايدي اللي يخصك وترسل لصديقك إذا ما تريد ترسله الاسم أو أي إن كان وهنا يعرض التصنيف أو كل شي يخص بروفيلك أو اللعب اللي يخصك يعني التصنيفات وكل شي في أي تصنيف سواء منظور منظور الأول أو منظور الثالث الأسلحة الموجودة عندك سكيناتها الأساطير وبمعنى الشخصيات اللي أنت مفتحها أنا الحين مفتح خمسة أساطير اللي هي أوكتين بلود هاند بنغالور ريد يعني هذه الشخصيات اللي أنا فتحها يعتبر عددهم مظاهر الأساطير اللي هي تعتبر سكينات سكينات الشخصيات مظاهر السلاح اللي هي تعتبر سكينات الأسلحة حاليا متوفر على 19 سلاح إلى الحين يعني زي أول مرة حملت اللعبة فالإصدار الرسمي الحين ما عندنا أي شي حصلنا كل شي اللي كان سابق مكافأة المستوية هذه خلاص تكلمنا عنها هنا يتيم معرض كل التفاصيل اللي تخصك يعني كل أجيام اللي أنت لعبتها والكلات اللي حصلت كل موسم اللي لعبتها الأول أو الثاني أو يعني في كل موسم رح تكون معنا هذه أوكي سواء الكل أو الحاليا زي ما طلعون الموسم الأول ولو أني لعبت الموسم سفر بس ما يطلع أوكي أخليها الموسم الأول أيضا حتى تستعرض كل شي يعني كل شي زي ما تلاحظون سواء منظور الأول أو 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 أخيره أوكي البطل باس يا شباب رح أوريكم أيضا البطل باس رح يسوفر معنا لمدة شهر أي بمعنى 15 من شهر 6 رح يتم معنا البطل باس البطل باس يا شباب أيضا طريقة الشحن زي ما تلاحظون هو نفس الأسعار نفس الأسعار ولكن في ناس عندهم الدولار اللي عندهم غالي يعني مرتفع شوية زي الدولار الكندي هو مش مرتفع يعني تقريبا 15 دولار كنادي أو أسترالي يعادل 10 دولار أمريكي حتى سأسكلكم فكرة يعني ما فيش أسعار غالية أو غير أوكي مثلا هون زي ما تلاحظون 90 أبكس كوينز رح تشحنها بواحد دولار 465 أبكس كوينز بالإضافة إلى 35 أبكس كوينز إضافية رح تشحنها بقيمة 3 دولار أوكي 3 دولار أما الثانية زي ما تلاحظون 935 رح تشحنها بقيمة 8 دولار يعني 935 أبكس كوينز رح تشحنها بقيمة 8 دولار أوكي و23 2340 بالإضافة إلى 410 كمكافأة إضافية رح تشحنها بقيمة 20 دولار أوكي ولبعدها يعني 4680 بالإضافة إلا مكافأة إضافية 970 رح تشحنها أيضا بقيمة 38 دولار أمريكي آخر شيء واللي هي تعتبر أضخم شيء يعني في حدود 11500 أبكس كوينز بشكل إجمالي يعني مع المكافأة الإضافية رح تشحنها بقيمة 75 دولار أمريكي تمام يعطي يعني حتى الأسعار حتى تكون لكم فكرة البطل البس إذا تشحن بريميوم أيضا رح يعطيك تايرات تتقدم بها أكثر وتسمح لك أيضا حتى باستخدام هذه البطاقات زي ما تلاحظون هذه هي بطاقات المهمة تستخدمها بس إذا تشحن بريميوم بلاس يعني إذا تشحن هذا أبو 1599 غيرها لا إذا تشحن العادية ما رح يمكن تستخدم هذه البطاقات هذا يعني من أجل أنك تكمل المكافآت يعني حتى بدون ما تسوي التحديات زي ما تلاحظون هذه تنقر عليها مباشرة يعني بدون ما تسوي التحدي تأخذها مباشرة ليش لأنه عندك البطاقات الخاصة بالمهمات أيضا اللعبة متوفرة على مهام يومية ومهام البطل باس بالإضافة إلى بالإضافة إلى مهام الموسم مهام موسمية زي ما تلاحظون وهذه كلها تسمح لك أنك تترقى في البطل باس يعني كل هذه الأغراض تسمح لك بس أنك تترقى في متفاقات البطل باس يعني كل ما تأخذ بيك ذات البطل بإضافة 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 موقع أكتر أكتر أتوقع أني شرحت كل شي يا شباب فيما يخص الإعدادات بعدين بإن نحاول أن نشرحها أيضا فيما يخص طريقة إضافة موقع آخر يعني علامة البلاس ليس موجودة زي ما تلاحظون هنا يعني تسجيل الخروج على موقع EA ظهر لي لأن رابط حسابي بس على موقع EA فنفس الشي يا شباب بإذن الله في قادم المواسم أكيد أن الشركة ستتطرق إلى هذا الموضوع وضيفنا علامة البلاس حتى تشبك حسابك على مواقع ثانية يعني مش على موقع واحدة أو ايميل واحدة أو مثلا على فيسبوك أو على جيميل أو أو أبل أو فلا أكيد أنه في قادم المواسم ستضيفون هذا الميزة المهم أتوقع أني شرحت لكم كل شي في هذا المقطع يا شباب أتمنى أن لا تبخلوا علي بلايك مشاركة المقطع ونتقي لا عفوا قبل ما أنهي المقطع يا شباب في أيضا نقطة مهمة وهي لما تذهب على الملحو المميز هو يعني الأشياء اللي يتم يعني إضافتها للشحن رح تكون بصيرة مدفوعة أوكي اللي تكون بهذا الشكل رح تكون بصيرة مدفوعة أما هذه هذه تحصلها بشكل مجاني دوما أوكي وبها يعني سكينات أسلحة بنارات يعني كل شي موجود بها حتى رقصات وكل شي زي ما تلاحظون فأنت بس تضغط على فتح مثلا هذه تحصلها أصلا لما تلعب أوكي أو ترفع مستواك مباشرة ستحصل هذا البيكجات وهذا البيكجات تفتحها بهذا الشكل باكيج واحد رح يعطيك ثلاث زي ما تلاحظون يعني باكيج واحد رح يعطيك ثلاث عناصر أوكي تمام هذه مادة الصهر هذه اللي تلاحظون اللي حصلنا 150 منها يمكن أنك تشحن بيها شخصيات بهذه العملات بس يعني بمادة الصهر أو عملات الفلوكس أوكي رح نطريق مكانها في الصناعة زي ما تلاحظون لما تعطي له شوف يعني 5000 عملة ومادة الصهر رح تشحن بهذا الشخصية يعني كل شخصية وعملاتها أوكي فيها شخصية يعني حتى ب2000 2000 يمكن تشحن هذا الشخصية أوكي يعني هات تكون بصغاء مجانية يعني تلعب بس وتحصلهم أوكي من أجلك هذه في كل مرة يعني يعطوك يستعرضون بعض الأغراض اللي تريد تشتريها زي ما طلحون لكن تكون بعملات الأبكس كوينز يعني تشحنها بفلوس أوكي العناصر فيما يخص هذه أهم نقطة بطاقة إعادة التسمية لو تستخدم الأولى إحنا محصلين الأولى هدية من الشركة لو تستخدمها فأنت مضطر أنك تشتري البطاقة الثانية عشان أنك تحاول تغير اسمك لو تغير مرة خلاص الثانية لا تحاول فضروري أنك تشتري بطاقة من أجل أنك تغير اسمك أوكي إن شاء الله وصلت الفكرة الثانية هذه بطاقة سننادي يعني هذه للكلوب أو الكلان أيضا نفس الشي تسميه أحضر أنك تسميه زين عشان أنك يعني ما تحاول تغير اسمه مرة ثانية أوكي يلا تمام خلاص أتوقع أني ذكرت كل التفاصيل طريقة إضافة الأصدقاء واضحة أتوقع يعني ما تحتاج أي أوكي تدخل الاسم للبحث عنه وتسوي بحث أو الـ الأصدقاء وين راح تلاقيهم هون أخوان في الطلبات نزل الأسفل أنا عندي واحد عشان طلب حاليا فتضغط مباشرة قبول الكل ورح يتم قبول يلا منورين شباب أوكي يلا زي ما تلاحظون المهم كان هذا كل شي فيما يخص حلقة اليوم شباب أتمنى أنه الشرح كان يعني صافي وفي يبقى بعض الإعدادات وبعض الأسلحة وبعض التفاصيل راح أشرحها بإن في الحلقات القادمة لأنه الحين تصور معي المقطع تقريبا في حدود 25 دقيقة فهلا شباب أتمنى أن لا تبخلوا عليه بلايكاتكم أي استفسار آخر تركوه في التعليقات سوف يتم الرد بحول نلتقي في الشرح أو الحلقة القادمة بإذن الله لايكاتكم وبس شباب يلا سلام